الاحداث بترد عليها والمنطق بيفندها سريعا كلام كتير اهل الفترة اللي فاتت هقولك بعض الحاجات البسيطة اللي دايما وابدا يتم الزج بالنادي الاهل فيها وهتشوفوا حلقة النهاردة في جزء كبير كتير منها على فكرة العدالة احنا نقدر ننافس واحنا ممكن ناخد بس كل البطلات بس عايزين جزء من العدل وكأن العدل في الكرة المصرية والرياضة المصرية ضايح خالص هو ضايع الى حدود ولكن لو طبق العدل انا قلت الحلقة الماضية انا عايز كل جماهير مصر وتحديدا الجماهير التي تتنافس مع الاهل تتابع هذه الحلقة وتكون الرأي اللي هي عايزها مش هنفرض رأيانا على حد بس هنفندلكو عشان تشوفوا مين المظلوم ومن الذي يستحق ان تطبق معايير العدالة عليه ولو طبقت معايير العدالة كنا وصلت ايه فيتقال يا جماعة احدهم يعني هل معقولة في اخر 16 سنة ناخد الدور مرة واحدة والباقي كله الاهل ياخده هل ده منطق هل ده عقل هل في عدل فاسمع انا 16 سنة 16 سنة فارجع بالذاكرة شوية هو رأس الحكم في الرياضة مين اللي بيدهي القرار دايما وزير الشباب والرياضة اللي هو لو الاتحاد اي اتحاد او اي نادي حاد عن جدة الصواب يقدر يردعه هو دي مسؤوليته وده حقوقه فألاقي 16 سنة الاخيرة مع الدور المصري بوصبا وزراء الشباب والرياضة اللي اداروا الرياضة في مصر في 16 سنة يا سيدة اللي تم ارتضاءها مدة للحكم كانت المجلس القوم للرياضة وزارة الشباب والرياضة المجلس العلى للشباب والرياضة ايا كانت المسامات فألاقي المهندس حسن صار رئيس المجلس القوم للرياضة هو الهد مهندس حسن صار لعب كرة اليد بنادي الزمالك كابتن نادي الزمالك في كرة اليد جي للوزارة وكان مرشح الدورة اللي قبلها نائب للرئيس نادي الزمالك يعني الراجل زمال كويته لا غبارة عليها على الاطلاق ترأس المهندس حسن صار وزارة الشباب والرياضة من 2005 ل2011 ست سنين المهندس حسن ساق وزيرا للشباب والرياضة الالخات كم دوري في خلال مدة المهندس حسن ساق انتو بتتكلموا من 2005 ل2011 الاقي بعديها الاستاذ العامل ما نقف هنا ايه الظلم اللي تظلموا الزمالك في السنوات دي ايه الظلم ولا اي حاجة هي الجدارة ثم الجدارة ثم الجدارة ثم الجدارة للنادي الاهل الاقي ست بطولات دوري للمهندس حسن ساق الاهل بياخد دوري الممتاز ست مرات في فترة المهندس حسن ساق ابن وكابتن ونائب رئيس نادي الزمالة مش عايزين نعدد اهلة الحكم واتها وعلاقتها خلنا في رأس الحكم الرياضي اه الاقي اتنين من النادي الاهلي قادوا الوزارة فيقول لك اهيوة ما ده كابتن طهر ابو زيد والاستاذ العمري فاروق قدي اتنين من النادي الاهلي بس تعرفوا انه في فترة ليه اتنين الدور تلغى الاهلي ماخدهوش يعني حتى الستاشر لاثنين الوحيدين من النادي الاهلي في الحقبة دي الدوري لم يكتمل في عهدهم واحد منه كان جاي يصب حساباته مع المجلس الاستاذ العمري فاروق وزير لشبابه الرياضة من اتنين اغسطس 2012 حتى اتنين يوليو 2013 ده قعد سنة وده قعد سنة وكابتن طهر ابو زيد من يوليو 2013 ليناير 2014 والاتنين ما لهمش في الاهلي دوري خالص الدوري لم يكتمل في المرتين ألاقي المهندس خالد عب عزيز لما نقف هنا بس عشان كل مرحلة ها نقيمها حد يقولي بقى مظهر التحيز للنادي الاهلي من اول الوزير عمر فاروق لكابتن طهر ابو زيد هتجد ان بالعكس في فترة الكابتن طهر ابو زيد كان هناك تحامل لما يحصل الاهلي على اموال تم محاولة حل مجلس ادارته دون ما اسباب اللي الناس عملت لك ما هو لما جيه لانه ما كانش عنده اسباب اي وكان عارف ان الدستور اتغير ومش من حقه يحل مش من حقه يحل مجالس الادارات فليح قبل الدستور ما يطلع بساعات انه ياخد قرار اتلاغة بساعتها لانه تقلو ما تعملش حاجة لحد الدستور ما يطلع المهندس خالد عب عزيز رجل معروف جدا انه زمالكاوي وبالمناسبة كتير من الترشحات ترشحه حاليا انه يتقدم الانتخابات نادي الزمالك عضو في نادي الزمالك وزمالكوية لا قيادة زمالكوية كبيرة طبعا ومع هذا في عصره وهو بيتولى وزارة الشباب الرياضة من 2014 ل2018 الاهل خاد اربعة دوري والزمالك خاد واحد دوري اربعة واحد في عهد المهندس خالد عزيز بقول لكم فيه قيادة سابق زي المهندس حسن صار وقيادة لاحق زي المهندس خالد عب عزيز والدكتور اشرف صبح وزير الشباب الرياضة قيادة حالي جي للوزارة لحظة صدور الحكم لحظة صدور قرار تكليفه بوزارة الشباب الرياضة كان مدير العقاة العامة في نادي الزمالك وقيادة زمالكوية كبيرة تولى الوزارة من يونيو 2018 ومازال موجود حتى اليوم في عصره نادي الاهل خاد اتنين دوري فلما يتقلك 16 سنة والاهل بيأخذوا الدوري تم تجي تتكلم بقى لو تحققت العدالة الدوري اللي رحم الاهل يروح لا حتى الدوري الوحيد عايزين ننقشوا لوحده مرة عشان بس الناس يشوف العدالة لا لا هتلاقوا جزء خاص جدا عن هذا الموسم اللي ضع فيه الدوري من الاهلي ضع ليه لكن انا بقول لكم ستة للاهلي دوري في عصر المهندس حسن صار اربعة في عصر المهندس خلد ابعزيز اتنين في عصر الدكتور اشرف صبح والزمالك مرة ولما اتنين اهلوية تولي الوزارة الدوري ما اكتمالش فين غياب العدالة فين الانحياز للنادي الاهلي ما بقول لكم يا اهلي احترع ادوك فيك ده محدش عايز ياخد باله ان اخر اتنين للدوري اللي سلم الدرع للنادي الاهلي انا بس عايز اقول لي ايه صد عمر الجنيني اكبر زمالكوية كل الناس اللي بتتفرج علينا اهلوية زمالكوية ومنافسين يناقشوا اللي قلنا ده اه يتفكروا فيه وينقشوه بالظبط احنا يا جماعة مش بنقول رأينا احنا بنجملكوا حقائق عشان بس اللي يكتئ احنا خلي بالك المشكلة اه ان الرأي بيقود صاحبه الى وجهة نظره الشخصية اي بس عليه ان يدلل عليها اه وان يثبتها اي لكن الحقيقة لما بيطلحها من الاوراق والارقام دي مش وجهات نظر دي حقائق وارقام واوراق يترد عليها بايه بقى مش بوجهات نظر اللي عايز يرد بوجهات نظر حيهابر وحيقعد يقولك برضو لو اصلي لو اصلي مش هتخلص اي انما هنحترم اي واحد يرد علينا بالحقائق والارقام بالظبط بس زي لما يتقال يا ريت الاهل وجمهور يكونوا مبسوطين من اللي بيجرى في الزمالك الاهل لا يتمنى للزمالك وكل الاندية الشقيقة اللي كل استقرار ده بالتأكيد لانه في النهاية لصالح مستوى المنافسة الاهل بياخد بطولة والزمالك في افضل حالاته ده اللي يسعد النادي الاهلي وده اللي يرفع مستوىه وده اللي يخليه دايما مؤابدا متحفز عمر الاهل ما كان يتمنى للزمالك او لكل الاندية المنافسة الشقيقة اللي كل هو النهاردة هو هل الاهل مسؤول عما يجري في الزمالك لا يعني انت تعال ان تشوف اخر ما تردد من اشاعات ان اللجنة يعني قدمت استقلته حتيجي لجنة جديدة اي انت يعني اجهدت نفسك عشان تبقى راجل مهني توصلت لايه واسباب هذه الاشاعة اه اللي اللي حد الوقت هي ما تصدرش حاجة لكن اذا حدثت حدثت مش لئين تم عدم الاعتداد بلقيحة نادي الزمالك واصبح من الضروري ما ترجح خطوطين لورا عشان نشوف ايه مسؤولية هو تم حل مجلس دارة الزمالك او تجميد المجلس هو محلوش تجميد وضعه ليه ارتكاب مخالفات اتقال بيه بقى طب ما اللجنة اللي راحت للتفتيش ازاي لقت في الزمالك وملاقيتش وتسكت على بقية الاندية والتلقيحة على الاهل الاهل اللي طلعت شهادات رسمية تؤكد سلامة موقفه المالي والاداري ما هو مش عشان انت عندك مشكلة يبقى لازم ان انا تبقى عندي مشكلة عشان تبقى كده في عادلة لا انت لازم عشان يشوفوا عندك مشكلة ولا لا ممكن تقول ما تشوفوا عند الاهل فلما يشوفوا عند الاهل ما لقوش مشكلة تقولش معنى التقرير الوزارة يبقى تقولك فيه 3-4 ملاحظات عند النادي الاهل في النادي الاهل يتم تزليل هزي الملاحظات هو دي نقطة جماعة النقطة جماعة هو ليه الاهلي الناس مش تلاقي اخطاء عنده تستوجب اي حاجة حتى المرة الوحيدة اللي حب حد يعني ياخدها من منظور خلاف شخص بينه وبيننا دي او بادارتنا دي لقوا ان الاسباب الوهية التي استند اليها لا تستدعي خالص مقدرش يقول انا بحلي ليه احنا احنا امشي عيد اللي احترار عدوك فيك هي المبدأ ببساطة كده النادي الاهلي ينشئ شركات شركات مساهم وانا عايز اقول لكم بس عشان الناس قفزت لانه حتى شفت فيديو قال لك او ده الاهلي لسه بيعمل اجراء اجراء اولي لسه في خطوات وفيه ترتيبات لكن النادي الاهلي عشان يوصل للي وصله ده اول حاجة تم العرض على الجامعة العمومية ده خطوة اولى الجامعة العمومية لا اول حاجة حطيت في نظام كل اجاز انك تقدر تعمل كده ايوا رحت للجامعة العمومية لاحت النظام الاساسي اردت لك اول خطوة تاخد مقفة الجامعة العمومية خد عرضت على الجامعة العمومية الاجتماع اللي فات لان انعقاد اللي فات للجامعة العمومية لم يكتمل قانونا بيفوض مجلس الادارة بجدوى للأعمال تم اعتماد هذه الخطوة واقرارها راحت للجهة الادارية الدكتور اشرف صبحي لو تفتكروا كابتن محمود الخطيب وهو بيحطوا حجر الاساس للاستاذ النادي الاهلي قال ان انا بناشد الدكتور اشرف صبحي سرعة الموافقة على مشروع الشركات اللي احنا متقدمين بيها تم دراسة الموقف في الوزارة من قبل المختصين وتمت الموافقة على مشروعات الاهلي لا وراء سليم بالزبط مطابق لنظام الاساسي اللي مطابقة للقانون ارجع لكل شيء لأسبابه انت عملت نظامك الاساسي واتبعت الاجراءات التي تتسق مع القانون غيرك ما عملش كده عمل اجراءات لا تتسق مع القانون فتلغاله نظامه الاساسي هي دي المشكلة ما تقولش معنى انت لما تلغالك نظامك الاساسي ووضعك في الموقف اللي انت فيه ده لانك ما ارتبطتش اصلا بالخطوات اللي نص عليها القانون راح النادي الاهلي في شركة كورت القدم تحديدا استعان بشخصية اهلوية اقتصادية كبيرة بحجم وقيمة الاستاذ ياسم منصور قالك بس ده جاي مول صفقات الاهلي وفين العدل يا جماعة هو والله واحد قالك قالك يعني هيبه فيه منافسة فيه حد بيدقه للاهل صفقات كبيرة وبقيت الفرق لا يعني يطبديك صفقة مو حصلت هو انت مش فيه فطرة من الفترات عاد تقولي ليه بيتم تمويلك بكده طيب اصبح بتمول معايا واكتر مني وراح هذا التمويل في اتجاهك وكل صفقاتك اللي موجودة دلوقتي ما هم اين اللي مولها طيب اولا يعني بجد احنا لازم نرتقش شوية بتفكيرنا لازم نفهم الدنيا بتتغير وإحنا بنتكلم على آليات اقتصاد رأس مالي حر بنتكلم على شركات مساهمة هتطرح للتداول في البورصة غير معقول بالمرة نفضل نتكلم بالمنطق ده سيد ياسين منصور جاي رئيسا لشركة كرة القدم في النادي الاهلي انت حدير منظومة كبيرة او اقتصادية مش فكرة حد هيدخوا فلوس لأسهم في الدرسة المسألة اكبر من تصوراتك هو الموضوع ده جديد ما ترجع من اهم ما جبنا جلبرتو افليينو كان الفكرة وكان برضو الكابتون صالح لما او كلا الى اتنين السيد ياسين منصور والمهانس ابراهيم المعلم معايا ان احنا نشوف ازاي الموضوع ده يتحول الى نفصل الكرة بمواردها في شركة كان الفكرة ده مشوف من امتى من بداية الالفية التانية كان اتفاق على مطش ريال مدريد ده بتكلم في 2001 لا ده ريال مدريد ده كيفنت كحدث لما جه تجربة اصلانا بقى اللي اتكلفته كان معايا الى اتنين دول بازايه ان احنا بدل ما يا جماعة انكم تساعدوا بفلوس لقى حطوا مبلغ يستثمروا النادي الاهلي وينميه في صندوق خاص يمول وساعتها برضو نفس الشخص اللي كان بيتصدى من جوه النادي الاهلي الحرب النادي الاهلي واللي حاول يحل المجلس هو هو اللي بقى يطلع في القناة الفضائية وفي الاعلام يقولك لستاذ ياسين منصور جاي عشان يعمل تجارة في النادي الاهلي فخلى الراجل قال والله اللي خدته مش عايزه سلامه عليكم مخدبالك انا بعيد عن القصة دي انت قد انتهى دلوقتي في شكل شركة 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 فالراجل بومنتال الحب جاي عايز يعمل هذا ورغم كده يا سيدي تعالوا نتكلم معلش استاذ ابراهيم في الحتة دي هو انت جاءت حاسب النادي الاهلي انه عايز يمشي متصقا مع قواعد الاتحاد الدولي انك انت تعمل شركات وانك انت يبقى عندك شفافية مالية وعندك مصادر تمويل معلنة ومعروفة هو انت جاي تقول لي انت ازاي تجيب الاستاذ ياسين منصور يبقى رئيس وبعدين يقول لك حاجيب فلان فلان وسمهه الكاب جيب هو على فكرة الخناء انت ساعات يجي يقول لك ايه انت مش نادي القرن انت مش نادي الوطنية انا نادي الوطنية انت مش اللي اول واحد فكر في الشركات لا يا سيدي انت اللي فكرت في الشركات شيء لا يعنينا يلا جو اهد هو احنا 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 بنتناقش في ايه هي فين المعركة هنا اعمل شركة وجيب لها اهم حاجة اعملها اثنين مليار زي ما انت بتقول انا مش هنشغل بيك انا هنشغل انه انجح في النظام اللي انا حطيته وهي دي المشكلة يا جماعة انت منشغل انك انت كل ما اعمل حاجة تشكك فيها وبعدين في النص كده تقول ده انا اللي فكرت في الاول اعمل اعمل ومش هنقولك اش معنا عمرنا ما هنقولك اش معنا اهم انت تقولي شمعنا لو الشركات دي خدت دعم من الدولة اه اخد زي بالعكس انا بقى انا بقولك انت عمال بتاخد دعم اه اه وانا ما بقولش اش معنا حتى يعني انت كل مشاكلك بتتحل ازاي اهم ماشي عشان ازا مالك اه كيان وكيان كبير عايزين يقف على حاله ماشي بس سيمني اشتغل واشتغل انت هي دي اه الناس تحترم حق كل طرف انه يشتغل وينجح ويتفوق انت عندك اسبابك وانا عندي اسبابي والاخرين عندهم اسبابهم لكن هنفضل باستمرار بصين انتو طب خنين نهاردة دي مشكلة كبيرة ده 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 اللي بقولك تنمر ده نساس خالد بيومي عشان اشاد بالفكرة دي هاجموا لدرجة انه اضطر يقولك الزمالك ومش الزمالك ومش الزمالك ومظلوم وبيتحل اي فكرة ان اي حد يشيد يشيد بالنادي الالة او يقول كلمة حق في النادي الالة يرجم ويطالب انه يقول الجملة التانية ليه ما تنتقد الالة اذا كان من الواجب انتقاد الالة من غير الحاجة لانتقاد الزمالك وهو انت مش دورك تنتقد الالة او تشيد بالالة بدون الحاجة ما انت تفضل مطالب تشيد بالزمالك استاذ ابراهي احنا مش دورنا ان ننتقد الزمالك خالص احنا الا بنقولهم انتو بتعملوا كده ليف صفقاتكو وانتو بيجيبوا فلو ما بنقولش الكلام ده احنا بنرد على اللي بيقولوه التشكيك في الالة كنتو انا مش دور ان انا انتقد المنافسين بتوعي مش طبيعتي مش دوري مش مسئوليتي انا دوري نقف مع ندية وخلي ندية اشتغل صح ورد على اللي بيحاول يتجن عليه ده دوري لما تلاقيه بتجن عليك يا سيدي رد علي انما مش عمال على بطالش شمعنا الالي شمعنا الالي شمعنا الالي وإحنا الالي ما انت اما تجيب لي متحدث رسمي ما بيتكلمش غير على الالي غير معقول ده مش متحدث ياسمي عنك محدث ياسمي على الالي اه يعني طول النور بيقولك الاهل الالي اه طب ودا سأقل لانا قلته مئت مرة انا بتكلم على الالي وانت بتكلم على الالي اه بتكلم على الالي بشكل سالبي لكن من هياتكلم على الزمالك وياخد الزمالك وياخد أفكاره ومقترحاته وشيد بيه ويدعمه هو ده تيجي تقول ايه الشركات دي وهتطرح اسهم والكابت الخطيب بيقولك الاستاد ده جامهي روح تبنيه قولك اه شفت بقى ما جينا نبيع الفانيلا اولا ما جينا نبيع الفانيلا احنا هنا قولنا لا ينبغي التحفيل في هذه النقطة كل نادي حر يمول نفسه بطريقته اه وانا في نفس الوقت لما اعمل شركة واطرح على الاسم وقول له جمهوري يلا اسنده شركاتكو ده هي اساس الشركات كده واعمل كده ما عندناش احنا مشكلة في انك ازاي تدير امورك ماليا وفنيا وادارية دي مش بتاعتنا مش من حققنا نتكلم فيه لكن من حققنا كل ما تجيب سيرت ارد عليك خلاص كده يا جماعة متفقين يا جماهير ماصر بكل انتماءات متفقين مليش دعم انت بتعمل ايه بس ليه دعم انت بتقول علي ايه بالزبط